شهدت قرية أم الرضا الجديدة في دمياط إطلاق قافلة طبية شاملة وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال 12 عيادة خصوصية بالإضافة إلى تحويل حالات حارجة لتلقي العلاق بالمستشفيات وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وإجراء تحاليل معملية وأشعة كما تم تنفيذ عدد من الندوات التطقيفية بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 150 نوع من الأدوية قرية هنا بتتبع مركز كفر البطيخ ومستهدفة من القوافل العلاجية لأنها بينطبق عليها معايير إقامة القوافل قبل ما بننزل القرية بنراجع الخريطة الصحية الخاصة بالمكان والاحتياجات الصحية فبنراجع آخر قافلة تمت في القرية هنا وبنشوف من خلال المركز المعلومات بنشوف آخر بان إحصائي تم في القرية هنا طبعا بساعتها بنقدر نوفر العيادات الطبية المتخصصة والمتنقلة في القفلة اللي مطلوبة واللي بيبقى عليها ترددات كبيرة وكمان بنراجع للتخصصات الطبية اللي هنقدر نوفرها بنشوف الفريق الطبي اللي هيبقى مشارك معانا في القفلة من أطباء أخصائيين أو استشاريين طمريد، صيادلة، إداريين، فنيين كل ده بنوفره قبل القفلة بوقت كافي أنا جدت كشفت الأشعة والتحليل كل حاجة دي متوفرة الحمد لله وأشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل العاملين بمؤسسة الدولة على هذا الاحترام المتبادل وهذه المعاملة الطيبة وإحنا بقلنا ست شهور دية رابع مرة يجي فيها قفلة هنا بسم الله ما شاء الله عندنا كرية المرضى القديمة وكرية المرضى الجديدة جات حوالي من أربع خمس مرات هنا قفلة طبية هنا بتجي لنا بالأدوية بالتخصصات بكل الحاجات دي فإحنا بنستفاد بها فإحنا بجد بنشكر قائمين على قفلة طبية بنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير مثل هذه القوافل لنا ترجمة نانسي قنع